ما كنا نتحدث عن السيدة الكاظمي طيب الأخ الدعمي يتحدث وقال أنه لو كربي بأربعين يوم ما يمكن سنة كاملة هو محجوز عندكم السيدة الكاظمي أين التحقيقات بهذه الطضية ما كان فعلا سنة واتقل في المطار وأودع في السجن من قبل الوزيرة الداخلية ولماذا أيضا كان التحقيق يجري كالسوحي بس هاي نأكد عليها الأمانة سنة سنة احتجز يوم الكاظمي نور سألها ربما أيضا أذهب إلى نفس الأخي ستاس نزار وأقول أيضا نسبية قد تكون الفترة لكن هو كان محجوز في فترة السيدة الكاظمي أين كان التحقيق بهذه الفترة وهذا ما نتفق عليه الجميع أنه تم التقالف في فترة السيدة الكاظمي أين هذه التحقيقات في هذا الموضوع لماذا أجلت هذه التحقيقات في هذه القضية طيب السيدة الكاظمي في الفترة الأخيرة يعني أكون شخصية الرئيس بزراء يعطي إكرامية لشخص معين مليونين دولار وسألنا نجمع روافق يمكن سنتين ما يطلع عنها وبالتالي مرات بعض المواقف أيضا تعطي إشارات معينة لهذه القضية طيب إحنا لماذا نذهب نتهم طرف لم يكن موجودا أساسا في هذه السرقة ولم تحدث في فترته ونوجه الاستهام له ومن حدثت خلال فترة عكمه ولم نتخذ الإجراءات الكفيلة في هذه القضية ولم تظهر التحقيقات في تلك الفترة باعتبار يعني الأدلة الجنائية مباحث الجرمية كانت موجودة وقريبة في هذه هؤلاء لماذا تأخر التحقيق في تلك الفترة أيضا هذه تعطي إشارات الأخ عديثة كان عديثة واضح أنه يدافع عن السيد الكاظمي وبالتالي أكيد لديه أسباب لهذا الإطلاع عليه أن يوضح هذه القضية نحن نقول أن الجريمة حدثت في هذه الفترة التحقيق وجد التحقيق تم التماهي عنه بس أكو أهم أكو سؤال أهم السيد الكاظم ينقصر سيد حيدر بأقل من دقيقة أنت فتحت ملف كل مهم أو موضوع جبد المهم الكاظم ينقصر مثلا ما قدر أو أقل ما قدر إلى أنه أن يوصل لتحقيقات فعليا لكن ليش أطلق صراحة في زمن الإطار ليش رفع الحجز عن أمواله المنقولة غير منقولة بزمن الإطار ليش ما كملوا عليه وظبوا بسجة عدموه هذا نحتاج أن نقص لديه أنا 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 مو محل أن إذافت عن شخص مثل بقية الأخوة أنا هنا مع التبيان الحقيقة أسياد السوداني إذ ما أخطأ إذما أخطأ إذن علينا أن يبين لنا أسباب هذا القضاء أن يبين لنا أسباب هذا اشتركوا في القناة